السلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد فيديو نهاردة ان شاء الله هنعمل تحليه جميلة جدا شكلها جميل وطعمها لزيز وراكية كده هتشرفك قدام ديوفك وهنقدمها بطريقة جميلة ويلا بينا نتابع الفيديو ونشوفه المقادير وطريقة التحضير هنبدأ بسم الله ومعنا في وعاء الخلط هنعمل اول طبقة طبقة الكيك شوكولاتة معنا اه اتنين بيضة هنضف لهم نص كوباية من السكر وفانيليا وهنضرب شوية كده بالمضرب الكهرابي وممكن نعمل طبعا الكيكة دي في الخلاط نحط كل المواد السائلة كده في جفشة الخلاط ونضربها مع بعض وبعد كده نضف لها المواد الجفة بعد اه البيض والسكر ضفت نص كوباية من الزيت النباتي وخلطت برضو شوية دلوقتي بقى هنضيف كوباية لربع من الحليب يعني كل المواد السائلة كده دفناها وخلطناها مع بعض وبعد كده هنضيف المواد الجفة المواد الجفة بقى اللي معنا عبارة عن كوباية ونص دقيق معلقة كبيرة من البكينج بودر وربع كوباية من الكاكاو الخام او ما يعادل يعني تلات معلق كبار كده من الكاكاو الخام وضفت كمان رشة من الملح الكاكاو بس هعدي من مصفة كده شبك عشان بيبقى متكتل وما ينزلش بقى معانا كده ويبقى متكتل فخلط الكيك وضفت البيكنج بودر زي ما قلنا ورشة ملح باخلت كل المكونات الجفة كده مع بعض وبعد كده هضيفها بقى للمكونات السايلة مع الخلط برضو على سرعة سرعة خفيفة بقى أخفي يعني سرعة في المضرب كده خلطت الكيكا جاهز معانا آآ بثباته لكده بس هاخد الجناب بتأكد ان كل المكونات اختلطت مع بعض وبعد كده بكون محضرة ساق فرن مستطيل مقاس تلاتين فاربعين ومغطيها كده بورقة الزبدة ومسحة كمان ورقة الزبدة بمسحة بسيطة جدا من الزيت برضو عشان نتأكد انها مش هتلزق في الكيكا بتاعتنا وبصب ببقى خليط الكيك وسوي كويس كده واخبطه خبطتين كده علشان لو فيه اي فقعات هاو تطلع وفي الوقت ده مسخنة الفرن على درجة حرارة مية وتمانين يعني فتح الفرن على على درجة حرارة مية وتمانين من قبل مخلط في مكونات الكيكا فاول ما جهزتها دخلتها على طول كده شكل الكيكا بعد ما استاوت وخرجت اخدت بالزبط عشر دقايق ما نكترش عن كده لانها طبقة رائقة وبتختبرها كده بخلة اسنان بتلاقيها طالعا ديفة خلاص آآ استاوت بتطلعها على طول عشان الكيكا ما تستويش زيادة عن اللزوم عشر دقايق هما يعني مش هتطول عن كده وكانت الشعلة اللي تحت بس هي المفتوحة مفتحتش الشوايا ولا اي حاج دلوقتي بقى الكيكا بنسيبها تبرد وهنحضر بقى طبقة الكريمة معا كوباية من الكريمة الخام دفطلها معلقتين كبار من السكر البودر وكوباية من الحليب البارد جدا وبخلطهم مع بعض كويس او لغاية ما الكريمة اللي معانا تتماسك وطبعا لو مش متوفرة عندك الكريمة الخام اللي بتبقى آآ سايبة يعني من محلات الحلواني آآ تستعملي ازرف الكريمة اللي هي كريم آآ دريم ويب او اي زرف كريمة الجاهز ده وتمشي عالتعليمات اللي بيكونوا كاتبينها وتدرى بها برضو وتستعمليها معانا في الوصفة بتاعتنا دلوقتي بقى الكيكا بعد ما بردت عايزين نقسمها بناخد الاطباق كده اللي هنقدم فيها وبناخد المقاس بتاع الطبق عشان ناخد قطعة من الكيكا بنحطها في البداية كطبقة اولى في الطبق اللي هنقدم فيه وبنحط قطعة الكيكا على الاتجاه التاني على الضهر بتاعها يعني مش الوش عشان لما نسقيها بالحليب الاتجاه بتاع الضهر ده بيشرب الحليب معانا كويس بنحط بقى قطعة الكيكا كده في الاطباق بتاعتنا كلها وبنسقيها بقى بشوية كده من الحليب البارد بنسقي كل طبقة كده بحوالي معلقة كبيرة يعني الحليب البارد مش كتير وبعد كده الكريمة اللي حضرناها مع بعض حطيتها في كيس حلواني كده وفتحت جزء منه من غير يعني اي تب او اي شكل عشان بس تسهل معايا توزيع الكريمة بالشكل ده بوزع بقى على الكيكا طبقة طبقة من الكريمة وبعد كده بسويها كويس بنسوي طبقة الكريمة كده باي حاجة بقى عندنا يعني احنا كده كده هنغطيها بطبقة تاني من الجناش الشوكولاتة بس بنسويها برضو كده وبعد ما بخلص بقى طبقة الكريمة بدخل الاطبق في التلاجة الكريمة تتماسك شوية عبال ما نحضر الطبقة الاخيرة وهي طبقة الجناش جناش الشوكولاتة بيكون معايا المقدير الجناش الشوكولاتة متين جرام من الشوكولاتة الدركة او بالحليب مقطعه كطع صغيرة ودايفالها ربع كوباية من الحليب ومكعبين كده من الزبدة او معلقتين يعني من الزبدة وبداوبهم في المايكرويف او على حمام مائي وده قوام الجناش معانا جميل جدا الوصفة دي باعتمدها يعني في حلويات كتير ودايما بعملها معاكم بيبقى جناش جميل جدا من غير كريمة والزبدة بتدي له لمعة وطراوة كده وطعم جميل اوي وقاوم كمان جميل اوي بوزع كده بقى على الاطباق طبقة من الجناش على طبقة الكريمة وبنحاول كده يعني نحرك الطبقة علشان طبقة الجناش تتساوى معانا وتبقى شكلها مزبوط وطبقة الكريمة يعني اللي تحت بردة فطبقة الجناش يعني هتمسك عليها على طول وعايز اقول لكم كمان لما ندوب الشوكولاتة قبل ما نضيفها على الكريمة ما تبقاش سخنة يعني بندوبها ونسيبها تهدى كده وتبقى بردة ما تبقاش سخنة لو ضيفناها سخنة على الكريمة هتسايح الكريمة وتبوز الشكل وما تديناش كده طبقة مستوية من من صوص الشوكولاتة كده من فوق بعد ما بضيف بقى جناش الشوكولاتة بدخل تاني الاطباق التلاجة آآ قبل ما دخلها بقى التلاجة هزينها علشان بس التزين يزبط اي تزين بقى تحبوه انا هزينها كده بكريزب ابيض وشوكولاتة اي حاجة بقى مكسرات صوصات تاني اي شكل بقى اي حاجة ده تزين بسيط وبيكون طعم الكريزب جميل جدا انك طبقة كده من فوق هدخل بقى الاطباق برضو في التلاجة طبقة الجناش كده تتماسك شوية وبعد كده نقدمهم مع بعض وده شكل النهائي بقى للتحليل بتاعتنا عايزة وريكوا كده شكلها من جوة عبارة عن طبقات طبعا طبقة الكيكة وطبقة الكريمة وطبقة الجناش يعني كل طبقة احلى من التانية وطبقة الكيكة زي ما شفنا بتتعمل بمنتها السهولة وكيكة يعني عادي بسيط جدا بس مش يسبنش كيك ولا اي حاجة وبيطلع طعم جميل جدا وده شكل الطبقات آآ وجناش الشوكولاتة حتى لما بتتحطي في تلاجة بيكون طاري وقوامه كده جميل ما بيبقاش محجر ولا اي حاجة باتمنى تكون نصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها ان شاء الله واترولي ايه رأيكم نتقابل على خير بإذن الله فيديو جديد مع الفي سلام موسيقى موسيقى باتمنى ايه جدد مع الفي سلام موسيقى شكرا